اهلا بكم هنتعرف في فيديو النهاردة على السيارات الاسيوفي في مصر وحجم مبيعاتها بالارقام في شهر يوليو وترتيب هذه المبيعات الاحصائية بتتعمل من احصائية مبيعات السيارات بتتعمل من جهات متعددة في مصر احدها مجمعة التأمين الاجباري والجهة التانية هي مجمعة التأمين الاجباري عاوز اتذكر الجهة التانية هي ايه مش عارف المهم الجهة التانية الجهة التانية مع التأمين الاجباري اه او ترخيص السيارات يعني اللي هي بتحدد عدد مبيعات السيارات وموديلاتها اه نفتكر المكان التاني او المكان التالت كمان للاحصاء بتاعت السيارات اه الاحصاء النهاردة او الارقام اللي هتقدم دلوقتي مش واضح هي من اي جهة فيهم ولكن احنا اخترنا من التقرير تقرير من جمعة التأمين الاجباري او تقرير نفس افتكر الجهة نفس افتكر الجهة مش عارف المهم خلينا من الجهة نفتكرها مع الوقت المهم نجحت السيارات الاسيو فيه في تحقيق مبيعات قوية في مصر وفي العالم كمان واتفوقت على مبيعات السيارات السيدان وسيارات الهاتشباك وطبعا عشان يعني اللي مختلط عليه الامر في تصنيفات السيارات انا عملت حلقة مجمعة لتصنيفات السيارات الركوب الدارجة والفروق بينها ببساطة عشان تعرف تفرق بين ايه السيدان وايه الهاتشباك وايه الكوبيه وايه الكابرليه وايه الاسيو في وايه الميت سايز وايه المدمجة وايه تحت المدمجة وهكذا يعني هسيب لكم الرابط بتاعه فيه اخر الفيديو في الفترة المؤخرة في العالم وفي مصر السيارات الاسيوفي العالية زادت مبيعاتها بطريقة كبيرة جدا وتفوقت على مبيعات السيارات السيدان العادية والهاتشباك اللي بنسميها المنخفضة على الارض يعني ودايما في مصر في مبيعات السيارات الاسيوفي بيحتل السدارة في المبيعات من فترة طويلة قوي سيارة من سيارتين ياما كيا ياما هينداي كيا طبعا نقصد بها كيا سبورتج والهينداي أو الهينداي توسان هم دول السيارتين اللي بيبدلوا في المقدمة في يعني مقدمة المبيعات والنهاردة احصائية النهاردة بتثبت ده برضو لانه هم السيارتين اللي في السدارة برضو واحدة متفوقة على التاني لكن يهمني برضو ان احنا نشوف مبيعات السيارات الاخرى الاسيوفي في مصر في شهر يوليو وترتبها بعد المركز الاول ومركز التاني السيارتين كيا سبورتج وهينداي توسان في شهر يوليو الحالي تفوقت كيا سبورتج على هينداي في المبيعات حيث جيت كيا سبورتج في المركز الاول بمبيعات 819 سيار في المركز التاني كانت سيارات هينداي توسان بعدد 631 سيار في المركز التالت وهنا بقى مفاجأة شوية هي سيارة شهيرة وبتتبع كتير في مصر يعني طراز شهير وبتتبع كتير وطراز كويس جدا يعني ولكنها مش من السيارات المدمجة الكروس اوفر المدمجة لا هي تحت المدمجة يعني سيارة عائلية صغيرة SUV جات في المركز التالت هي السيارة MG ZS وكانت مبيعاتها 621 سيارة وهنا ملاحوظة بقى انها قريبة جدا من مبيعاتها هيونداي توسان وده بيدل على تفوق جامد جدا لسيارة MG ZS في المبيعات في مصر ده بيدل على شعبيتها واعتماديتها في المركز الرابع جات سيارات سكودا كوديك بعدد 514 سيارة وهنا انا ليا اعتراض صغير او وقفة صغيرة انا مش شايف انها تستحق المركز ده السيارة سكودا كوديك بالذات تحديدا بالمحرك الصغير اللي نازل على العربية دي العربية دي واحدة شعبية جارفة شوية تعود لمكوناتها وتصنيعها الالماني او يعني ايه انها عاملة تاتش كده مع السيارات الالمانية وانها واحدة من مجموعة من برندات اللي موجودة في مجموعة فولكسفاجن ولكن بالمحرك اللي موجود ده على حجم السيارة دي والخمات اللي موجودة فيها وزن السيارة دي بالمحرك ال 1400 سي سي تيربو اللي موجودة على هذه السيارة انا شايف ان في عدم توافق هنا المهم في المركز رابع جات سيارات سكودا كوديك بعدد 514 سيارة في المركز الخامس في المبيعات في يوليو شيري تيجو سيفن المجمع محليا بعدد 414 سيارة وهنا مفهوم السبب لان دي تعتبر من ارخص السيارات الاسيو في في السعر في مصر حاليا عشان التجميع المحلي في المركز السادس جات السيارة جيلي جي اكس ثري برو ودي التراز المقدم حديثا من سيارات جيلي وهي عربية تحت المدمجة كروس اوفر تحت المدمجة بايردو بعدد 328 سيارة في المركز السابع جات سيارات متسوبيشي اكليبس كروس وهنا انا برضو بشير لنقطة هامة جدا على الرغم من ان السيارة دي رائع جدا ويباني يعني تجمعها وكل ما يخص هذه السيارة يباني 100% من الاكسدام الاكسدام زي ما بيقولوا والسيارة بتقدم اداء هايل جدا واسعارها حتى متناسبة او يعني لما نقارنها بباقي اسعار سيارات الاسيو في اللي في الكاتيجوري بتاعها بنلاقيها متفوقة او بنلاقي الاسعار معقولة نسبيا طبعا الا على الرغم من كل ده فسيارات متسوبيشي ومزات متسوبيشي اكليبس كروس ومزوبيشي اكسباندر سيارات متسوبيشي بصفة عامة في مصر من فترة ليست بالقليلة وما بتحزاش بشعبية قوي في البيع مش عارف ليه حقيقي ايه في المركز السابع متسوبيشي اكليبس كروس بعدد تلتمية واثناشر سيارة في المركز الثامن في المبيعات سيارات فولكسفاجن تيجوان بعدد متين تسعة وتمانين سيارة في المركز تسعة سيارات ام جي ار اكس فايف بلس بعدد متين اتنين وستين سيارة والعاربين وحشة مجيبهاش في المركز العاشر سيارات شيري تيجو ثري بعدد باعت في يوليو يعني متين تمانية واربعين سيارة مجمعة التأمين مجمعة التامين الاجباري وام اه ايه 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 اش اعرف الجهة تانية مش عادر لتذكر الجهة تانية الجهة الثانية اسمها الامك عموما يعني مجمعة سوق مجمعة سوق مجمعة سوق السيارات المصرية ومجمعة التأمين الاجباري هادي الجهتين وفي جهة ثالثة كمان دي برضو مش قادة تذكرها دلوقتي لو هنلاحظ كده بنظرة عامة مافيش المتفوق قوي او المحتل اكتر مراكز اكتر عدد من المراكز هدي مركز اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة من ضمن عشر مراكز الاولينية في المبيعات في شهر سبعة المتربع على العرش سبع مراكز رايحين للسيارات الكورية والصينية بينما السيارات الاوروبية محتلة مكانين فقط او محتلة مكانين فقط يبقى تمن اماكن للسيارات او محتلة مكانين فقط من العشر اماكن العشر مراكز وهي السيارة سكودا كودياك في مركز رابع والسيارة فولكسفاجن تيجوان في المركز الثامن في حجم المبيعات ومركز واحد ترك للسيارات اليابانية وهي السيارة متسويشي كليبس كروس وبس كده خلص حياتنا النهاردة اتمنى الحلقة تكون عجباتكم ولو عجباتكم الحلقة ياريت تضغطوا لايك تحت الفيديو وتعملوا شير الفيديو في كل مكان عشان تعمل فايدة وبالنسبة للناس اللي بتفرج علينا ولسه ما اشتركتش في القناة ارجو الاشتراك في القناة بتفعيل بالضغط على زر سبسكرايب تحت القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يصلكم كل جديد من فيديوهاتنا في حين اصدارها اول باول دمتم في امان الله سلام